الحقيقة المروعة حول التكنولوجيا القديمة هل كانوا متقدمين على وقتهم؟ أولاً لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة تاريخ وثقافة الأنتيكيثيرا أنتيكيثيرا ميكانيزم الحاسوب الأول هذه الآلة اليونانية القديمة التي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد كانت قادرة على تتبع حركة الكواكب والتقويمات مما يجعلها أشبه بحاسوب ميكانيكي تعقيد تصميمها يظهر معرفة هندسية وعلمية متقدمة الخرسانة الرومانية البناء الذي يتحدى الزمن استخدم الروماني تقنية خرسانية أثبتت قوتها عبر الزمن حيث تظهر المباني مثل الكولوسيوم صموداً فائقاً مقارنة ببعض الخرسانات الحديثة السر يكمن في مسجر رماد البركاني مع الجير البطارية البغدادية العرف الكهرباء يعتقد أن هذه القطعة الأثرية التي تعود إلى حوالي 2000 سنة قد استخدمت كنوعاً من البطاريات البدائية تشير بعض الدراسات إلى أنها ربما استخدمت للطلاء الكهربائي رابعاً أنظمة الري في حضارة بلاد ما بين النهرين وحضارة المايا تشير إلى معرفة متقدمة في الهندسة الهيدروليكية حيث تمكنوا من زراعة المحاصيل في بيئات صعبة خامساً الطيران في العصور القديمة تم العثور على قطع أثرية مثل طائرة ساكارا المصرية التي يعتقد بعض الباحثين أنها تشير إلى محاولة فهم الديناميكا الهوائية سادساً القوارب القديمة في أمريكا الوسطى تم العثور على قوارب متقدمة في بحيرة تشتلوك والتي تعود إلى حوالي 1180 قبل الميلاد تظهر هذه القوارب مهارات متقدمة في البناء البحري سابعاً الأدوات الحجرية في أفريقيا تم العثور على أدوات حجرية معقدة في منطقة الكونغو والتي تعود إلى حوالي 80 هزلف سنة قبل الميلاد تظهر هذه الأدوات مهارات تقنية متقدمة في الصناعة والتصنيع وكذلك المدن القديمة في أمريكا الوسطى مثل تشتلوك وتلاجا التي كانت مدناً مزدحمة ومتقدمة في الزراعة والهندسة هل كانوا حقاً متقدمين؟ التقنيات القديمة تظهر بلا شك إبداعاً استثنائياً لكن تفسيرها أحياناً مبالغ فيه بسبب عدم الفهم الكامل للسياق الثقافي والعلمي الذي نشأت فيه ما يجعل هذه الابتكارات تبدو متقدمة هو أننا نرى الماضي من منظور معاصر مما يضخم من إحساسنا بالدهشة وجهة نظر معاصرة قد تكون الحضارات القديمة بارعة في حل المشكلات باستخدام الموارد المتاحة لكن الاختلاف الأساسي عن يومنا هذا هو مدى توفر المعرفة والتواصل عبر العالم التكنولوجيا القديمة كانت نتاج تجارب محدودة النطاق بينما التكنولوجيا الحديثة هي نتيجة للتراكم المعرفي العالمي وأخيرا دمتم في رعاية الله